بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تقدَّم تفسير هذه الآية الكريمة فقد اختلوا الأئمة رحمهم الله بأنه هل يجوز للرجل أن يُفاديها بأكثر مما أعطاها إذا هي طلبة الخلع فهل يجوز للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جُناح عليهما فيما افتدت به وقال ابن جرير رحمه الله حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم حدَّثنا ابن عليا أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمر أن عُمَرَ رضي الله عنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ أي عاصية فأمر بها إلى بيتٍ كثير الزِبل يعني فيه بعر الغنم ثم دعا بها يعني حبسها في بيت فيه بعر الغنم ثم دعا بها فقال كيف وجدتي فقالت ما وجدتُ راحةً منذ كنتُ عنده إلا هذه الليلة التي حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قُرطها أي ولو تأخذ القُرط الذي في أذنها لأنها هي الكارهة ورواه عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام أي في ذلك البيت الذي فيه بعر الغنم قال سعيد بن أبي عروب عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأةً أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك قالت ما كنتُ عنده الليلة أقرَّ لعيني من هذه الليلة يعني أنها استراحت فقال عمر رضي الله عنه لزوجها خذ ولو عقاصها يعني الذي تربط به شعرها وقال البخاري رحمه الله وأجاز عُثمان رضي الله عنه الخلعة دون عقاص رأسها يعني أن يأخذ منها كل شيء لأنها هي التي كرهت ولكن تقدم أنها لا يأخذ منها زيادة على ما أعطاها يأخذ منها الصداقة الذي أعطاها لا زيادة وقال عبد الرزاق رحمه الله خبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني قالت فكانت مني زلة يعني غلطة يوما وقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه أي أعطيك كل ما أملكه قال نعم قالت ففعلت قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاز الخلعة وأمره أن يأخذ عقاص رأسي يعني الحبل اللي تنبط به رأسها شعر رأسها فما دونه أو قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا أنه يجوذ أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة ابن ذعيب والحسن ابن الصالح وعثمان البتي رحمهم الله وهذا مذهب مالك والليس والشافعي وأبي ذور رحمهم الله واختار ابن جريل وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إن كان الإضرار من قبلها عن هي التي طلبت الخلع جاز أن يأخذ منها ما أطاها ولا تجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته إذا كان هو الذي يؤذيها لم يجوز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء فقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهوية رحمهم الله لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي محمد بن أبي سليمان والربيع بن أنس لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فقال معمر والحكم رحمهم الله كان علي رضي الله عنه يقول لا يأخذ من المختلع فوق ما أعطاها عن زيادة على ما أعطاها وقال الأوزاع القضاء لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها يعني المهر الذي أعطاها يأخذه لا زيادة قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن إكرمة عن من ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة أعطاها أعطاها بستان في الصداق فيأخذه ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد رحمه الله حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من الذي أعطاها لتقدم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من ذلك أي مما أعطاها وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس رحمه الله ولا جناح عليهما فيما افتدت به منه أي من الذي أعطاها رواه بن جرير رحمه الله ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله وأولئك هم الظالمون فيأخذ منها الصداقة الذي أعطاها لا زيادة قال فصل قال الشافعي رحمه الله اختلف أصحابنا في الخلع وأخبرنا سفيان عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد طلقها تطليقتين ثم اختلعت منه ثم اختلعت منه بعد بعد يتزوجها إن شاء إذا أراد أن يتزوجها تلك المرأة يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراجع يعني أن الخلع لا يعتبر الطلاق بل هو فسخ فيجوز إذا طلقها تطليقتين ثم اختلعت ثم أراد أن يتزوجها له ذلك لأن الخلع فسخ وليس بطلاق وأخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار عن عكرمة رحمهم الله قال كل شيء أجازه المال وليس بطلاق يعني يعتبر فسخا ويجوز أن يتزوجها إذا إذا أرادها في عقد جديد ومهر جديد نعم وروا غير الشافعي رحمه الله عن سفيان ابن عيين عن عمر من دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال نعم ليس الخلع بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس وليس الخلع بشيء ثم قرأ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيراً عن إذا طلقها الطلقة الثالثة أما الخلع اعتبر فصح وليس بطلاق وهذا الذي ذهب إليه بن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فصح هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر رضي الله عنهما وهو قول طاوس وعكرما وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي الظاهري وهو مذهب الشافع في القديم وهو ظاهر الآية الكريمة رحمهم الله والقول الثاني في الخلع أنه طلاق بائن يعني لا رجوع وعده إلا أن ينوي أكثر من ذلك قال مالك عن هشام العروة عن أبيه عن جمهان مولاء الأسلميين أن أم بكر الأسلمية رضي الله عنها أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن يوسيد وأتى يا عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا يعني زيادة على التطليق وهو ما سميت قال الشافعي رحمه الله ولا أعرف جمهان وكذا ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الأثر والله أعلم وقدروا يا نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد رحمهم الله وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي في الجديد رحمهم الله غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق وهو واحدة بائنة يعني لا رجوع وإنه ثلاثا فثلاثا وللشافعي رحمه الله قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية وليس هو بشيء بالكلية على كل حال الخلع فسخ فإذا أرادها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد جاز له ذلك لأن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله برواية عنهما وهو المشهور إلى أن المختلعة عدتها عدت المطلقة بثلاثة قرؤ إن كانت ممن تحيط يعني المطلقة المختلعة عدتها ثلاثة قرؤ ورؤي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وبه يقول سعيد بن نسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياط وجلاس ابن عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد رحمهم الله قال الترمذي رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة قضي الله عنهم وغيرهم ومأخذهم في هذا أن الخلع الطلاق فتعتد كسائر المطلقات ثلاث قرؤ والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة أن المختلعة عدتها حيضة واحدة تستبرئ بها رحمها حتى يظهر أنها غير حامل قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن الربيع رضي الله عنها اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي الله عنه وقال تعتد حيضة قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي به ويقول عُثمان خيرُنا وأعلمُنا وحدَّثَنا عبدًا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عِدَّةُ المُختَلِعَ حَيْضَةٌ لأن الخلُع فَسْخٍ فَحَيْضَةٌ واحدٌة وحدَّثَنا عبد الرحمن ابن محمد المحارب عن ليس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عِدَّتُها حَيْضَةٌ أي المُختَلِعة وبه يقول عِكْرِمَ وأبان ابن عُثمان رحمهم الله وكل من تقدَّم ذكره ممن يقول إن الخلُع فَسْخٌ يلزمه القول بهذا يعني حيضة واحدة عِدَّتُها حيضة واحدة واحتَجُّوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله حيث قال كل واحدٍ منهما حدَّثَنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدَّثَنا علي بن بحر حدَّثَنا هشامر يوسف عن معمر عن عمر بن مسلم عن عِكريمَة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه اختلَعت من زوجها على أهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ بحيضة ثم قال الترمذي رحمه الله حسنٌ غريب وقد رواه عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن عمر بن مسلم عن عِكريمَة مُرْسَلًا حديثٌ آخر قال الترمذي رحمه الله حدَّثَنا محمود بن غيلان حدَّثنا الفضل بن موسى عن سفيان حدَّثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بن تمعوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها اختلَعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي أو أمرت صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ بحيضة قال الترمذي رحمه الله الصحيح أنها أمرت أن تعتدَّ بحيضة طريقٌ أخرى قال ابن ماجه رحمه الله حدَّثنا علي بن سلمة النيسابوري حدَّثنا ياقوب بن إبراهيم ابن سعد حدَّثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قال قلت لها حدِّثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عُثمان رضي الله عنه فسألت ماذا علي من العدَّة قال لا عدَّة عليك إلا أن يكون حديثُ عهدٍ بك أي قاربك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضا قالت وإنما تبع ذلك قضاء رسول الله وإنما تبع ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس واختلعت منه وقد روى ابن اللهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن ابن ذوبان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه حين اختلعت منه أن تأتدَّ بحيضة مسألة وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العد بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء إذا اختلعت ليس لزوجها أن يرجع إليها بدون الصداق وبدون رضا لا إنما إن رضيت فبعقد جديد ومهر جديد وليس له أن يجبرها لأنها ملكت نفسها بما بذلت من المال الصداق الذي أعطاها ورُوِي عن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنه وما هان الحنفي بني حنيفة وسعيد بن المسيَّب والزُّهر أنهم قالوا إن أراد إن ردَّ إليها الذي أعطاها يرُدُّ لها الصداق الذي أخذ إن ردَّ إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدَّة بغير رضاها وهو اختيار أبي ثور رحمه الله وقال السُفيان الثوري رحمه الله إن كان الخلُع بغير لفظ الطلاق وهو فُرقَ ولا سبيل له عليها وإن كان سمَّى طلاقًا وهو أملك رجعتها يعني إذا كان طلقَ الأولى ما دامتُ العدَّة وبه يقول داود بن علي الظاهر واتفق الجميع على أن للمُختلِع أن يتزوَّجها في العدَّة يعني بعقضٍ جديد ومهرٍ جديد وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن فرقةٍ أنه لا يجوز له ذلك فما لا يجوز لغيره وهو قولٌ شاذ مردود مسألة وهل له أن يُقِع عليها طلاقًا آخر في العدَّة فيه ثلاثة أقوال للعُلماء أحدهما ليس له ذلك لأنها قد اختلعت لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه وبهي يقول ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما وإكرمة وجابر بن الزيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور رحمهم الله يعني إذا اختلع إذا خالعها ليس له أن يطلقها لأنها قد ملكت نفسها والثاني القول الثاني قال مالك قال مالك رحمه الله إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع وإن سكت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا يشبه ما روي عن عُثمان رضي الله عنه والثالث القول الثالث أنه يقع عليها الطلاق في كل حال ما دامت في العدة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحكم محمد بن أبي سليمان ورؤي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما أي لم يثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء الظاهر أنها إذا اختلعت ليس له وريط لقها لأنها بانت منهم وقوله تعالى تلك حدود الله ولا تعتدوها ومن يتعد حدود الله وأولئك هم الظالمون أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدود ولا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير النسيان فلا تسألوا عنها قال المعلق رواه الحاكم في المستدرك رحمه الله من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الحشني رضي الله عنه به مرفوعاً وتصحيح الحافظ له هنا متعقب يعني فيه ضعف فإن الحديث به انقطاع سقط منه راوي واختلاف ذكرهم الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وقد استدلوا بهذه الآية من ذهب إلى أن نجمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام أن لا يجوز أن تطلق ثلاث في وقت واحد لا يجوز أن تطلق ثلاث في وقت واحد كما هو المذهب المالكي ومن وافقهم رحمه الله وإنما السن عندهم أن يطلق واحدا واحدا لقوله الطلاق مرتان ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ويقوون ذلك بحديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه الذي رواه النساء رحمه الله في سننه حيث قال حدثنا سليمان ابن داود أخبرنا ابن وهب عن مخرم ابن بكير عن أبيه عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام الرجل فقال يا رسول الله ألا أقتله وفيه انقطع في سنده راو سقط فلا يجوز الثلاث دفع واحدة طلاق المشروع طلقا واحدة في طهر لم يجامع فيه فأما ثلاث دفع واحدة هذا خلاف شرع الله وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا أي إنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوجا آخر في نكاح صحيح فلو وطئها واطئٌ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل الأول لأنه ليس بزود وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزود لم تحل الأول واشتهر بين كثير من الفقهاء رحمهم الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقل على الثاني وفي صحته عن النظر يعني هذا القول غير صحيح لا بد أن يدخل الزوج الثاني دخولاً من نكاح صحيح ثم تتم عدة ثم يطلقها وتتم عدة ثم يتزوجها الأول وفي صنع على أن الشيخ أبا عمر بن عبدالبر رحمه الله قد حكاه عنه بالاستذكار فالله أعلم لا يجوذ أن ترجع إلى الأول إذا كان الثاني لما دخل وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عقمة بن مرثد عن سالم بن رزيل عن سالم بن عبدالله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها أن حتى يدخل بها الثاني ويطلقها وتعتد ثم إذا تزوجها الأول وأما إذا لم يدخل بها لا تحل هكذا هكذا وقع في رواية ابن جرير رحمه الله وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن عرقمة بن مرثد سمية سالم بن رزيل يحدث عن سالم بن عبد الله عن بن عمر عن سعيد بن المسيب عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي في الرجل تكون له المرأة ويطلقها ثم يتزوجها الرجل ويطلقها قبل أن يدخل بها وترجع إلى زوجها الأول وقال رسول الله صلى الله وعلي سلم حتى يذوق العسيلة أن حتى يدخل وهكذا رواه النساء رحمه الله عن عمر بن علي الفلاس وابن ماجا رحمه الله عن محمد بن بشار بن غندار خلاهما عن محمد بن جعفر غندر عن شعب به كذلك وهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه وبعد فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند والله أعلم وقد روى أحمد رحمه الله أيضا والنساء وابن جرير رحمهم الله هذا الحديث من طريق سفيان الثور عن علقمة بن مرثد الرزين بن سليمان الأحمر عن بن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر ويغلق الباب ويرخ الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال لا حتى يذوق العسيلة أنا حتى يدخل وهذا لفظ أحمد محمه الله وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين حديث آخر قال الإمام أحمد محمه الله حدثنا عفان حدثنا محمد بن دينار حدثنا يحي بن يزيد الهناء عن أنس بن مالك رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه سلم سئل عن رجل كانت تحت امرأة فطلق ها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلق ها قبل أن يدخل بها أتحل لزوج ها الأول وقال رسول الله صلى الله عليه سلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلت يعني الدخول ورواه بن جرير عمه الله عن محمد بن إبراهيم عن ماط عن هشام عبد الملك قدثنا محمد بن دينار فذكره قلت ومحمد بن دينار ابن صندل ابو بكر الأز ثم الطاح البصري ويقال له ابن أبي الفرات اختلفوا فيه ومنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وقبله وحسن له وقال أبو داود رحمه الله إنه تغير قبل موته لتغير حفظه قبل موته الله أعلم حديث آخر قال ابن جرير رحمه الله خدثنا عبيد ابن عبيد ابن آدم ابن أبي إياس العسقلان حدثنا أبي حدثنا شيبان حدثنا يحيي بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يضخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال لا حتى يذوق أي الدخول ثم رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به وأبو الحارث غير معروف حدث آخر قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن مثنى حدثنا يحيى عن عبي الله حدثنا القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا وطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول فقال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول كان الدخول أخرجه أخرجه البخاري ومسلم والنساء رحمهم الله من طرق عن عبيد الله بن عمر العمر عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به طريق أخرى قال ابن جرير رحمه الله حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته وتزوجت رجلا غيره ودخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلتها كان الدخول وكذا رواه أبو داود رحمه الله عن مسدد رحمه الله والنساء رحمه الله عن أبي كريب كلاهما عن أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به طريق أخرى قال مسلم في صحيحه خدثنا محمد بن العلاء الهمداني خدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن هشام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها وتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بها التحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها قال مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن فضيل وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعاً عن هشام بهذا الإسناد وقد رواه البخاري رحمه الله من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام به وانفرد به مسلم رحمه الله من الوجين الآخرين وهكذا رواه بن جرير رحمه الله من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه أو مثله وهذا إسناد جيد وكذا رواه بن جرير رحمه الله أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمذل وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله خدَّدَّدنا أمم حدَّثَنَا أمم أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عُثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدا عن هشام العروى عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رفاعة القراضي رضي الله عنه تزوَّج أمرها ثم طلَّقها وتزوَّجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها يعني ذكره لا يقوم وأنه ليس معه إلا مثل هذبة الثوم يعني ذكره نائم فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لا يجوز أن ترجي إلى الزوج الأول حتى يدخل الثاني تفرَّد به من هذين الوجهين طريقٌ أخرى قال الإمامُ أحمد رحمه الله حدثنا عبدُ الأعلى عن معمر عن الزُّهرِ عن عروى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخلت امرأة رفاعة القراضي وأنا وأبو بكرٍ رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني ألبتَّة يعني الطلقة الثالثة وإن عبد الرحمن بن الزبير تذوَّجني وإنما عنده مثل الهذبة أنه ذكره نائم وأخذت هذبةً من جلبابها وهو الخيط الذي في طلف الثوم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذلَّه فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهرُ به عن الكلام الذي لا ينبغي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسَّم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وهكذا رواه البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن المبارك ومسلم رحمه الله من حديث عبد الرزاق والنساء رحمه الله من حديث يزيد بن زريع ثلاثتهم عن معمر به وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم إن رفاعة طلَّقها آخر ثلاث تطليقات وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيين والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس بن يزيد وعنده ثلاث التطليقات والنساء من طريق أيوب بن موسى ورواه صالح بن أبي الأخضر كلهم عن الزهر عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به وقال مالك رحمه الله عن المسور ابن رفاعة القرضي عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير أن رفاعة ابن سموال طلَّق امرأته تميمة من توهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً فنكهت عبد الرحمن ابن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها أي ما استطع أن يجامعها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلَّقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تذويجها وقال لا تحلِّك حتى تذوق العسيلة كان من الزوج الثاني كذا رواه أصحاب الموطَّئ عن مالك رحمه الله وفيه انقطاع أي سقط منه راوي وقد رواه إبراهيم ابن الطهمان وعبد الله ابن الوهب عن مالك عن رفاعة عن الزبير ابن عبد الرحمن عن أبيه ووصله فصلٌ والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة قاصدًا لدوام أشرتها عن الزوج الثاني يكون قصده العشرة لا يكون قصده أن يحلِّلها للأول فإذا كان قصده التحليل لعن الله المحلِّل والمحلَّل له يتذوجها الثاني لقصد العشرة ثم إذا وفقوا قع الطلاق بينهما هذا ودخل بها فتحلل للأول وأما إذا كان حيلًا فلا يجوز لعن الله المحلِّل والمحلَّل له واشترط الإمام مالك رحمه الله مع ذلك أن يطأها الثاني وطأً مباحًا فلو وطأها وهي مُحرِمَة أو صائِمَة أو مُتكِفَة أو حايض أو نُفَساء أو الزوج صائِم أو مُحرِم أو مُتكِف لم تحلِّ الأول لأن يكون دخوله حالة المُباح لا يكون في حالةٍ ممنوعة فلو وطأها وهي مُحرِمَة أو صائِمَة أو مُتكِفة أو حايض أو نُفَساء فلا يجوز لأنهم لا يجوز جماع بها والزوج صائِم فلا يجوز أو مُحرِم أو مُتكِف لم تحلِّ الأول بهذا الوطن وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً يعني من أهل الكتاب لم تحلِّ المسلم لنكاحه الأول لأن أنكحت الكفار باطل عنده الكتابي لا يجوز أن يتزوج المسلمة والمسلم يجوز أن يتزوج الكتابية لكن الكتابي لا يجوز أن يتزوج المسلمة واشترط الحسن البصري رحمه الله فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر من عبدالبر رحمه الله أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسَّك بما فهمه من قوله عليه السلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني لا بد الثاني ينزل منه المني ويرزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً ينزل منيها وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد والنساء رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع إن أنزلوا لم ينزل المهم الجماع وأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه وما تصرح بمقصوده في العقل بطل النكاح عند جمهور الآئمة إذا كان الثاني يريد أن يحللها للأول فهذا ملعون إنما تزوجها بنية العشرة ذكر الأحاديث الواردة في ذلك الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الفضل ابن دكين حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تغرذ الإبراء في اللثة وتجعل فيه كحل حتى يخضر فهذا الواشمة هذا حرام لأنه تغيير لخلق الله فالتي تعمل الوشم ملعونة والتي تطلب ذلك ملعونة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصمة والواصلة التي تصل شعر النساء بغير شعره غش شعرها قصير وتزيد وتزيد فيه من شعر غيرها فهذه التي تعمل هذا العمل ملعونة والتي تطلب ذلك ملعونة والمحلل الذي يتزوج ليحللها للأول ملعون والمحلل له الأول ملعون إذا كان هو قال ذلك وآكل الربا وموكلة كذلك الذي يأكل الربا ملعون والذي يعطي الربا ملعون نسأل الله السلام ثم رواه أحمد والترمذي والنساء رحمهم الله من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن ابن ثروان الأودي عن هذيل ابن شرحبيل الأودي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم به ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين رحمهم الله ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم طريقٌ أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زكري بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له طريق أخرى روى الإمام أحمد والنساء رحمهم الله من حديث الأعمش عن عبد الله بن مر عن الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال آكلوا الربا وموكلوا وشاهداه وكاتبوا إذا علموا به يعني ما العونون والواصل والمستوصل ولاوي الصدق أي الذي يتأول والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه إعراضاً بعد هجرته والمحلل والمحلل له ما العونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة وشاهدي وكاتبة عن إذا علموا ذلك والواشمة والمستوشمة للحسن ومانعوا الصدقة الذي منع الزكاء والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح النياحة رفع صوت بالبكاء عند موت الميت وكذا رواه عن غندر عن شعب عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه به وكذا رواه من حديث إسماعيل ابن أبي خالد وحسين من عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجا رحمهم الله من حديث الشعبي به رحمه الله رحمه الله ثم قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الرباء وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج صبرنا أشعث بن عبد الرحمن ابن الزبيد اليامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ثم قال وليس يسناده بالقائم ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل رحمه الله قال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال وهذا وهم من ابن نمير والحدث الأول أصح وعنه الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة رحمه الله حدثنا يحيي بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي سميت الليث بن سعد يقول قال أبو مصعب مشرح هو ابن عهان ابن هاعان قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل والمحلل فسماه تيس احتقارا له هذا المحلل كالتيس تيس الغنب سماه تيس تحذيرا من ذلك تفرد به ابن ماجة رحمه الله وكذا رواه ابراهيب بن ياقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به ثم قال كانوا ينكرون على عثمان لهذا الحديث انكارا شديدا عثمان بن صالح قلت عثمان هذا أحد الثقات روا عنه البخاري رحمه الله في الصغيح ثم قد تابعه غيره فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروب بن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به فبرئ من عهدته والله أعلم الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ماجة رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعه بن صالح عن سلمة بن وهرام عن أكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له طريق أخرى قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم ابن ياقوب الجوزجاني البسعدي رحمه الله حدثنا حدثنا ابن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن إسمائيل ابن أبي حبيبة عن داود ابن الحصيل عن أكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال لا إلا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة أي خداع ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق سيلتها ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمر بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوٍ من هذا فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر والله أعلم الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله وابن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهكذا رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والجوزجان والبيهقي رحمهم الله من طريق عبد الله بن جعفر القرشي وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المدين ويحي بن معين رحمهم الله وغيرهم وأخرج له مسلم رحمه الله في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي واثقه بن معين رحمه الله عن سعيد المقبر وهو متفق عليه الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم في مستدركه رحمه الله حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سعيد ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤمرة منه ليحلها لأخي هل تحل للأول فقال لا إلا نكاح رغبة يعني الذي يتزوجها يريد العشرة ما يريد التحليل كنا نعد هذا سفاحا أي كنا نحسب هذا زنا إذا أراد التحليل كنا نعد هذا سفاحا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا حديث صحيح للسناد ولم يخرجاه وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه به وهذه الصيغة مشعرة بالرفع يعني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله يعني أنه مرفوع وهكذا روا أبو بكر من أبي شيبة والجوز جاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم رحمهم الله من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ومن رضي الله عنه ويقول وروى البيهقي رحمه الله من حديث بن الهيع عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا رويا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها أن طلقها باختياره وتزوجها للعشر ولا جناح عليهما أن يتراجع أي المرأة والزوج الأول إذا دخل الثاني ثم طلقها باختياره ولم يكن بالحيلة فتمت عدتها من الثاني يتزوجها الأول إن ظنّ أن يقيم حدود الله أن يتعاشر بالمعروف وقال مجاهد رحمه الله إن ظنّ أن نكاحهما على غير درسة عن غير خداع وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أن يوضحها لقوم يعلمون الحمد لله وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل ومرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافع وأحمد بن حنبل رحمهم الله وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب بحنيفة وأصحابه رحمهم الله وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلا أن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى والله أعلم فالقول الأول أن الرجل إذا طلق زوجته طلقها أولى ثم تزوج الزوج الزوج آخر وطلقها الثاني ثم رجعت إلى الأول فهي هل الطلقة الأولى انتهت ويبدأ من الأول ثلاث فالقول الأول أنه لا يعود بل الأولى محسوب عليه محسوب عليه للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر